كمان تبعنا الحقيقة أنه في ذكرى إطلاق يعني الذكرى عشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تم خروج ببيان مشترك بين الدولتين ومن ضمن مخرجات هذا البيان أيضا أنه تتشين عام الشراكة الصينية المصرية أو عام الشراكة المصرية الصينية عايزة فهم من حضرتك يعني ماذا يعني تتشين عام الشراكة المصرية الصينية هو زي ما حضرتك أشرت هي الذكرى العشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين عام الشراكة هو بالمناسبة مش حاجة مقصورة يعني على الصين ومصر لكن فيه أعوام أخرى زي مثلا أتصور كان العام الشراكة المصرية الروسية في مقبل مصر والصين بتشتركوا يعني في قواعد مهمة جدا ليه علاقة بأنه الاثنين حضارات عريقة قدموا للإنسانية الكثير الحضارة المصرية والحضارة الصينية وفيه يعني ركائز وثوابت تتعلق بالمستوى الإنساني والمستوى الثقافي عام الشراكة بتضمن الكثير من الفعاليات على المستوى الدبلوماسي على المستوى السياسي كذلك على المستوى الثقافي والإنساني التبادل الإنساني التبادل العلمي والبعثات وغيرها احنا دايما كنا بنسمع أن الصين يعني دايما بتهتم بالجانب الاقتصادي فقط في تعاونها مع الدول لا احنا دلوقتي عندنا معهد كنفاشيس في مصر بيقدم يعني الكثير من الخدمات الثقافية منها تعليم اللغة الصينية وحتى تدريب المعلمين اللي هم أصلا بيتقين اللغة الصينية وطبعا لها علاقة بنشر الثقافة الصينية من تقاليد بيعرفنا على الحضاراتهم على زيهم كل ما شابه وبالتالي أنا أتصور أن العام ده سيكون مثمر من حيث يعني جميع الفعاليات كمان البعد الحضار اللي إن احنا أمام حضارتين كبار جدا حضارة مصرية والحضارة الصينية وده بعد مهم جدا في العلاقات المصرية الصينية